اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سؤال الاولى فضائل اداء العمراء نعم والسؤال الثالثة شيخ لما نيجي في تلفزيون الدعاء لما نيجي بنرفع الدعاء ونأمن او نأمن من دورها في الايادي وهل يكون لان عجر لما نأمن طيح على التلفاز الدعاء والسؤال الثالثة افضل الصديقات على المتوفين طيح شكرا الاخ مشعلت فضل يا اخي السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته امين الله يزيك الخير الحمد لله سؤالي شيخ مهم جدا يعني ودينا المشاة توبح النقطة هذه تضل في واحد من زملاء طلق زوجة في ثلاث طلقات متواصلة وفيه هي اول مرة طلقها رفيح وقبل انتهى عدتها طلبت مين شهود رفيح يعني عمت مساجد يعني طلب منهم قلهم انا رجع الزوجة لدمتي بتعرف كده كده قبل انتهى لعدة فهذه الحالة يا شيخ هل يكون لابد ان يكون الطرفين متراضين على الرجعة والله عادي ما يهم الزوجة انها ترضى ولولي عبرها يعني هم بشيء هذا شيء خف بالزوج يعني طيب لحظة شوية انت قلت يا اخي ثلاث طلقات اي نعم قلت ثلاث طلقات طلق ثلاث طلقات متواصلة نعم طيب والنعم نعم وهل هي يعني رجعة لدمتي قبل العدة يعني قبل انتهى لعدة هل هي رجعة لدمتي طيب طيب كيف سأل يا شيخ واضح الله يوفيك ويغليك اياك الله يا اخي سهلا عليكم السلامة الله وبركاته أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها دمر الله عليهم وللكافرين امثالها سبحان الله لا بد ان نتعظ لا بد ان نعتبر لا بد ان نفهم ماذا يحدث في العالم على ضوء القرآن والسنة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل لعلهم يرجعون هذا يقول يقول منازل دمرها الزلزال واقرباؤنا تحتها واناس عالقونا ايضا هناك كثيرون يموتون الان لا غذاء ولا ماء ولا كهرباء لا زالت الاهتزازات قوية لما حدث الزلزال هبطت درجة الحرارة فجأة وارتفعت المياه هبطت درجة الحرارة فجأة وارتفعت المياه سبحان الله اما انجعل الارض قرارا يا جماعة الارض الارض عندما جعلها الله مستقرا هذه نعمة نعمة فنتذكر بالزلزال اننا الان على ارض مستقرة انت تأكل يا اخي الان في بيتك وانتم تتحدثون في مجلسكم واولادكم يلعبون هنا ونحن نتحدث في هذا المكان على ارض نعمة ان الارض هذه ثابتة اما انجعل الارض قرارا ولما يأتي الاستثناء بحادثة زلزال مثل هذه مئة الف قتيل وعاصمة تدمر شوارع مليئة بالانقاض والناس والينمون في العراء والاسعاف في الشوارع لا يوجد أصلا اين ينقل الى مستشفى المستشفى قد دمر عندما يرى الناس مثل هذا وعندما يأتي الله عز وجل الناس مئة الف قتيل ما هي يعني القدرة العظيمة التي جعلها الله عند ملك الموت واعوانه ليقبضوا ارواح هؤلاء في لحظات الزلزال مثلا استغرق نصف دقيقة كان مئة الف شخص يموتون عبر هذه النصف دقيقة ثم هناك من مات بعدها نتيجة الجراح ونتيجة الاختناق تحت الركام ونتيجة ما حصل لهم من الاصابات او نتيجة الجوع لان بعضهم ليس عندهم طعام الان وهم محصورون في ذلك المكان هذا الحدث الكبير الذي يتذكر به الانسان قدرة الله وبطش الله سبحانه وتعالى وانه سبحانه والان كسوف وقبله خمسة عشر يوم خسوف يعني نذر نذر لكن اين المتعض بعض الناس يقول هذه مجرد ظواهر طبيعية هذه فيها مئة الف قتيل يعني القلب الغافل يرفض الاستجابة ومهما حاولت ان تذكر وان تربط وان تقول هذا هؤلاء قوم ثمود عقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين اخذتهم الرجفة هذه الزلازل التي يرسل الله عز وجل يعني مئة الف قتيل الذين يخشى ان يكون العدد الان وصل من اكبر الزلازل التي حدثت في هذا الزمن وقريب منه زلزال في الصين قد كان فيه قرابة العدد هذا لكن لا مقارنة بين زلزال الدنيا وزلزال الآخرة لان زلزال الآخرة شديد والله سبحانه قد اخبرنا ان زلزال الساعة يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزال الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد كان هناك سؤال من الاخ يقول اخونا ابو لقمان هل الارض تدور ام الشمس تدور طبعا حركة الشمس ثابتة في الكتاب العزيز كما قال الله سبحانه وتعالى والشمس تجري فقوله والشمس تجري يدل على ان الشمس تتحرك وهذا الجريان والشمس تجري لمستقر لها وقال عز وجل في آية اخرى كل وكل في فلك يسبحون فهي تسبح وهي تجري كما امر الله فمن قال ان الشمس مستقرة وثابت لا تتحرك فهو كافر لانه مكذب للقرآن اما قضية دوران الارض فليس في القرآن ما يثبت او ينفي هذا كما قال عدد من المحققين واهل العلم انه ليس في القرآن ما يثبت او ينفي دوران الارض ولكن هناك ما يثبت ان الارض مستقرة ام من جعل الارض قرارا والجبال ارساها وما يصيبها من الزلازل في مواضع معينة تذكير من الله وإلا لو كانت الارض غير مستقرة لا يمكن ان يزرعوا عليها ولا ان يبنوا عليها ولا ان يمشوا عليها ولا ان يناموا عليها فمن نعمة الله ان جعلها مستقرة وارساها بهذه الاوتاد وهذه الجبال العظيمة فاذا قضية دوران الارض ليس في الكتاب والسنة ما يثبتها او ينفيها فما اتى به العلم العلم بشأنها من امور يقينية فان الانسان يأخذ به ما في مانع من ذلك ما جاء به العلم الحديث مثلا من اشياء او ادلة او براهين لكن يحذر المسلم ان يعتبر النظرية برهانا يعني شيء فرضية يعتبرها حقيقة لا على ايتي حال هذا خراسة الموضوع يوجد عندنا امام يدرس قبل صلاة الجمعة طيب الاخ ابراهيم معنا اتفضل يا اخ ابراهيم